مضايقات ملاحقات اعتداءات لفظية وأحيانا جسدية هي غيض من فيض مظاهر التحرش الجنسية التي تعاني منها النساء بشكل يومي في الفضاءات العامة مظاهر بدأت تأخذ أبعاد خطيرة وصلت حد المطاردة الجماعية كما وقع مؤخرا في كورنيش مدينة طنجة وحسب فئات واسعة من المجتمع فإن المسؤولية عن هذه السلوكات تقع على عاتق النساء المتعرضات للتحرش أنفسهن بسبب نوع لباسهن في المقابل يرجع حقوقيون وخبراء نفسيون واجتماعيون تفشي ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء إلى سيادة عقلية ذكورية تعتبر الفضاء العام حكرا على الرجال وترغب في تقييد حرية المرأة وأمام ارتفاع الأصوات المنددة بتفشي الظاهرة قامت الحكومة السنة الماضية باعتماد مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يجرم فعل التحرش الجنسي مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب وينتظر مصادقة مجلس المستشارين يعتبر مرتكب التحرش الجنسي كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية عبر مختلف الوسائط المكتوبة والمرئية والمسموعة ويقترح المشروع عقوبات تتراوح بين الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة مالية في حق مرتكب التحرش عقوبات تتضاعف في حال ارتكاب التحرش من طرف زميل في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام في الفضاءات العمومية أو غيرها ويرفع المشروع العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة أكبر في حال كان مرتكب التحرش الجنسي أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له أو إذا كانت ضحية قاصرة عقوبات من شأنها ردع العديد من المتحرشين ولكنها تبقى غير كافية للتصدي للظاهرة في ظل ضعف ثقافة احترام حقوق المرأة في المجتمع والتطبيع المجتمعي مع التحرش وهو ما تحاول بعض الجمعيات التوعية بخطورته تاكسي السلام عليكم برنوسي عافك طلعي طلعي سلام ماتر نشتلعي ما يدرشي شميع رافترق نز